حملة قمع متواصلة في إيران تعكس المنهجية التي يتعامل بها النظام مع معارضه هناك وتعطي صورة مشابهة لما يجري في دول المنطقة التي تعاني من نفوذ طهران وسطوة الأنظمة والميليشيات المرتبطة بها منظمة العفو الدولية تهمت في تقرير لها قوات الأمن الإيرانية باستخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات من مئات الأشخاص الذين اعتقلوا في حملة قمع ضد الاحتجاجات التي اندلعت العام الماضي وذكرت المنظمة أن القوات الأمنية قامت باعتقالات جماعية واستنقضاء شبه كامل لخدمة الانترنت في جميع أنحاء إيران في تشرين الأول الماضي بعد تظاهرات واسعة شهدتها البلاد احتجاجا على ارتفاع كبير في أسعار البنزين وأشرت المنظمة الدولية إلى أنها جمعت عشرات شهادات من سبعة ألاف شخص اعتقلوا من بينهم أطفال لم تتجاوز أعمارهم عشرة أعوام وكشفت عن انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والاختفاء القصري والتعذيب مضيفة أن المعتقلين تعرضوا للتعذيب لانتزاع اعترافات بتورطهم في الاحتجاجات أو انتمائهم لجماعات المعارضة أو الاتصال بحكومات ووسائل إعلام أجنبية وقالت المنظمة الحقوقية إن المئات حكم عليهم بالسجن والجلد فيما حكم على آخرين بالإعدام بعد محاكمات بالغة الجور ترأسها قضاة منحازون خلف أبواب مغلقة يأتي ذلك فيما دعت وزارة الداخلية الإيرانية إلى توخي الحذر مع تزايد الدعوات لتظاهرات احتجاجية جديدة بسبب الغلاء والفساد في البلاد وأشرت الوزارة إلى أن الدعوات ارتفعت بنسبة ثلاثة أضعاف عما كانت عليه في العام الماضي هي ذات الأساليب القمعية إذن فما يجري في إيران يمثل عينة لما يرتكبه نظام طهران وحلفائه في العراق وسوريا واليمن ولبنان قتل وتغيب وتعذيب وعنف ممنهج إزاء كل من يعارض النفوذ الإيرانية في البلاد العربية التي تحولت إلى خراب نتيجة أطماع نظام ولاية الفقيه وسياسته في تصدير ثورته التي لم يجن منها الشعب الإيراني سوى البؤس والدمار اعرف اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر المترجم للقناة